بسم الله الرحمن الرحيم نستمر في شرح مقرر تقييم وتشخيص صعوبات التعلم ونبقى مع الوحدة الأولى مقدمة عامة في تشخيص وتقييم صعوبات التعلم مع الدرس 11 قياس وتشخيص الأداء الأكاديمي الجزء الثاني وكما قلنا هو أحد مجالات التقييم الأساسية وقلنا في قياس وتشخيص الأداء الأكاديمي نتناول تشخيص جوانب الأداء الأكاديمي القراءة والرياضيات والكتابة وتكلمنا عن تشخيص القراءة فنتكلم اليوم عن قياس وتشخيص الكتابة وكذلك بعد قليل نتكلم عن تشخيص صعوبات الرياضيات قياس وتشخيص الكتابة طبعا هذه الكتابة تتضمن عناصر ثلاثة هي التهجية والخط اليدوي والتعبير الكتابي وتشكل التهجية مشكلة كبيرة لدى كثير من الأطفال فالطفل الذي يواجه صعوبات في تحليل الكلمات المسموعة سيواجه حتما مشكلات في التهجية وعند تشخيص الإملاء ينبغي تحليل الانتاج الإملائي للمفحوص وملاحظة الكلمات التي يخطئ بها من حيث عدد مقاطع الكلمات وفيما إذا كانت الكلمات مألوفة لدى المفحوص أم غير مألوفة يعني كلمات بصرية وملاحظة فيما إذا كانت الأخطاء في بداية الكلمة أم وسطها أم نهايتها أو إذا كانت هذه الكلمات تحتوي على الهمزة أو كانت معتلة الآخر وغيرها من الأمور التي تفيد المعلم في وضع البرنامج العلاجي وفيما يتعلق بتقييم جودة الخط في الكتابة اليدوية فيتضمن ملاحظة وضعية اليد الكاتبة وطريقة مسك القلم ووضعية الورقة أو مدى تناسب الحروف بعضها مع بعض من حيث الحجم وكذلك المسافة بين الحروف أو بين الكلمات ووضع الحروف أو الكلمات على السطر فيما إذا كانت فوق السطر أم أسفله أم مائلة وكذلك جودة القلم المستخدم في الكتابة ومدى سرعة إنجاز العمل أما بالنسبة للتعبير الكتابي فينبغي مراعاة عدد من الجوانب عند التقييم أولها مراعاة اتجاه وموقف الطالب نحو الكتابة فهل هذا الطالب مثلا يمتلك الرغبة في الجلوس والتفكير والتعامل مع عنوان معين ليكتب حوله حيث نجد كثير من الطلبة ينفرون من مهارة التعبير الكتابي وقد يعود السبب في ذلك إلى نظرتهم للعنوان المطروح على أنه صخرة صماء لا يمكن تفتيتها أما ثانيا فينبغي علينا مراعاة قدرة الطالب على التعبير عن المحتوى مثل مهارة وصف أو نقل الأحداث أو التعبير عن المشاعر أو الآراء حيث يقصد بالتعبير عن المحتوى مدى قدرة الطالب على تحديد الأفكار ذات الصلة بالعنوان أو الموضوع حتى تسهل عملية جمع المعلومات المراد كتابتها ضمن هذا الموضوع وثالثا ينبغي علينا مراعاة قدرة الطالب على تنظيم الفقرات وذلك بتنظيم الجمل وتسلسلها واختيار الكلمات المعبرة واستخدام أدوات الترقيم المناسبة أما في الخطوة الأخيرة يقوم الطالب بصياغة الأفكار الرئيسية التي حددها من خلال الموضوع المطروح حيث تحتاج صياغتها إلى اختيار الكلمات المعبرة ووضع الأفكار ضمن تسلسل منطقي لو انتقلنا الآن لقياس وتشخيص القدرة الرياضية نقول أنه ينبغي علينا عند تشخيص القدرة الرياضية تشخيص أداء الأكاديمي حيث من الممكن أن يبدأ التقييم بتحليل عينات حقيقية من أعمال الطالب وتحديد فيما إذا كانت أخطاؤه تتبع نمطا معينا أيضا من المفيد استخدام أساليب التقييم المعتمدة على المنهاج الدراسي وتحليل الموقف التعليمي للوقوف على مشكلات الطالب المحددة هذا إلى جانب إجراء مقابلة مع الطالب وتكليفه بحل مشكلة معينة وتوضيح خطوات عملية الحل مما يساعد في الوقوف على قدرة الطالب على التفكير ومن المهم إجراء أكثر من مقابلة لتجنب الخروج بنتائج متسرعة عن طبيعة صعوبات الطالب من ناحية أخرى نستطيع توظيف الملاحظة لدراسة سلوك الطالب من خلال الوظائف الكتابية والكتابة على السبورة ومن خلال أيضا المناقشات الصفية هناك عدد من المهارات الرياضية التي يجب أن يجتمع عليها التقييم من هذه المهارات مهارة العد المهارات الأساسية التي هي الجمع والطرح والضرب والقسمة والمسائل اللفظية الحسابية والمعرفة بالقيم النقدية والمعرفة بالمنزل الحسابية والقياس والمعرفة بالكسور العشرية جمع وطرح وقسمة وضرب معرفة بالزمن وغيرها من المهارات التي تجتمع عليها المناهج الدراسية للصفوف الأساسية والإعدادية المترجم للقناة